انطلقت فعليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر خمسة والذي تجري فعلياته بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر ويستمر لعدة أيام بمشاركة القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن والجبوت والسودان واليمن وتتضمن مرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر وقوات المشاركة كما يشمل التدريب أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لسقل المهارات وتبادل الخبرات بين قوات المشاركة بالتدريب وفي سياق متصل انطلقت فعليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 وذلك بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودية والذي تستمر فعلياته لعدة أيام بالسعودية وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوي مشترك وتنفيذ عدد من طلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكل الجانبين وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين قوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وأيضا التعرف على كل ما هو جديد في أسليب القتال والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف ترجمة نانسي قنقر